الأخت بتسأل عن اسم عبد النبي لا يجوز لا يجوز هذا من الأسماء الخاطئة لكن يجوز أن يقول عبد رب النبي عبد رب النبي فإن استطاع من كان اسمه عبد النبي إن استطاع أن يغير الاسم فليفعل الآن إن استطاع أن يغير الاسم في الأوراق الرسمية فليفعل الآن فإن لم يستطع فليكنة فليكنة ولله الأمر يعني إن لم يستطع أن يغيره في الأوراق الرسمية فعلى الأقل يغيره في النداء والتعامل في النداء والتعامل يكنة مثلا يا أبا فلان أو عبد رب النبي إلى أن يعينه ربه سبحانه وتعالى على تغيير هذا الاسم أما عبد السلام فهذا اسم صحيح فالسلام اسمه من أسماء الله تبارك وتعالى لكن الأخت ذكرت لفتة في النطق فقط قالت بأن الناس حين ينادون على عبد السلام لا يقولون يا عبد السلام وإنما عب سلام عب سلام عب سلام وهذا خطأ لا شك لكن أرجو الله تبارك وتعالى يعني أن يغفر لنا لأن هذه لكنات وهذه الهجات إنما الأولى والأكمل بلا ريب أن نجل أسماء الله سبحانه وتعالى وأن نقول عبد السلام عبد السلام أو يا عبد السلام تعالى خذ يا عبد السلام وهكذا وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا ياكم السلام وأن يدخلنا وإياكم الجنة دار السلام وأن ينزل السلام على أهل الأرض إنه ولو ذلك مولاه هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته